أفضل صدقة جرية لكل غالي رحل عن حياتنا بسم الله الرحمن الرحيم بنفارق ناس غاليين علينا جداً في الدنيا بيفرقنا بيننا وبينهم الموت قد يكون أب أو أم قد يكون صديق قد يكون ابن قد يكون جار أو حبيب أو صديق عمر أو زوج أعمل إيه عشان يطمئن قلبي؟ نبعت له إيه؟ أحس إزاي بالتواصل؟ الأول لازم نتفق أن أجمع العلماء أن فيه خمس حاجات توصل للميت في قبره الدعاء والحج والعمرة والصدقة والقرآن خمس حاجات خمس حاجات تديم التواصل بينك وبينهم ويعرف أن أنت اللي بعثت الحسنات دي ويفرح بيها ويتنقل بيها من حال لحال والتواصل يفضل مستمر ويقابلك يوم القيامة يشكرك عليها هدايا بيبعثها الأحياء للأموات يفرح بيها الأموات ويتنقلوا بيها درجات ودرجات ودرجات في الجنة حج، عمرة، صدقة، دعاء، قرآن طيب الصدقة إيه أفضل صدقة جارية أبعتها للي ماتوا من الناس الغليين أفضل صدقة جارية تبعتها إيه اللي يفيد المجتمع؟ قد يكون يفيد المجتمع غرفة في مستشفى قد يكون اللي يفيد المجتمع بير مية يتحفر قد يكون اللي يفيد المجتمع مسجد مش شرط دايما يكون بناء المسجد لكن ممكن يكون أنك بتدور على أكتر حاجة حتفيد الناس لتحيي حياة الناس بموته فربنا يثيبه ويجعل موته إحياءً للآخرين فياخد ثواب وإنت تاخد ثواب معاه دور إيه اللي يحتاجه المجتمع وطلع منه صدقة جارية قد يكون مش بس الصدقات الجارية هي الصدقات الجارية المادية قد تكون صدقات معنوية تزور حد كان بيحبه من أهله تزور أصدقاءه زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال زيارة صديقهما أبوك ومه كان مين أصدقاءهم تروح تزورهم دي صدقة معنوية تزور أهله توصل رحمه اللي هي ما تتوصلش إلا لما كان هو عايش أنت تكملها له أهي دي صدقة وصدقة معنوية جميلة إنك تشوف مين كان بينفق عليهم وتستمر في أن الصدقة جارية على الناس اللي كان بيصرف عليهم فتدلهم فلوس بنية أنه هو كان بيحب يتصدق عليهم كل دي أنواع من الصدقات الجارية ليه تسمت جارية؟ لأن توابها مستمر إلى يوم القيامة طول ما أنت مستمر فيها مادية ومعنوية بس كمان جميل أن أنت تدعيله حلوة أوي أن احنا نخلي سجدة من سجدتنا كل خلاص نحفظ عليها مدى العمر للي ماتوا من أهلينا أو بين السجدتين لما تسجدوا بترفع اللهم اغفر لي ولي والدي اللهم اغفر لي ولي عمي اللهم اغفر لي ولي خالي حاجة جميلة جدا إنك تفضل موصول مع الأموات وبتبعت لهم الهدايا ويشكروك يوم القيامة على برك ليهم خمس حاجات توصل للميت في قبره حج وعمرة وصدقة ودعاء وقرآن اللهم ارحم أموتنا اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة اللهم اعنا أن نرسل لهم الحسنات اللهم اجمعنا بهم في الجنة يا رب العالمين آمين آمين شكرا السلام عليكم ورحمة الله